السلام عليكم حبيبات ديالي كنتمنكم تكونوا بأحسن الأحوال وصحة جهيدة إن شاء الله وإنتم ما كتشاهدوا هالفيديو لصراحة هالفيديو هذا تحت طلب بزاة بزاة الأخوات اللي قالوا لإختجامي لشاركي معنا يعني الوصفات ديالوليدات وإن شاء الله غد نشارك معكم اليوم ووصفات اللي بساطين في المتناول وكذلك شي حاجة اللي زوينا وبنينا وحتى يعني مشي غير للوليدات حتى الكبارين طبعا أول حاجة كيف مما كتلاحظوا معي وجدتك عن مكونات اللي غنحتاج بيدا الوصفة الأولى عندي هنا تقريبا نصف كيلو ديال البطاطة البطاطة هالبنات هذه اللي عندي كمية للحجم ديالة البطاطة الحجم ديالة صغير كانت عندكم البطاطة للحجم ديالة كبير ديروا ربعة ولا خمسة ديال البطاطة تعلي حساب صافي هنا أخطيت حكاك اللي تكون العونات ديالة هكا اللي كبارين شوية كتحكوا فيها البطاطة ديالكم البطاطة اللي غيسولوني راها خضرة يعني البطاطة هذي راها ماشي طيبة خضرة غير حكيتها ده بعدها نصفيها من الماء يعني نتخلص من قاعدة دك الماء اللي تكون فيها كبش ما تلصقش ليا ودك الماء ما يفسدش لنا الوصفة ضروري البناء من هاد المرحلة انكم بحل قرعة طريقة ديال القرعة تماما حتى يبني كنديروها بنفس طريقة كنحكوها را كنعصروها من دك الماء تكون فيها لأنها كيسبب لي هنا مشكل فوقتها ديال الطياب صافي هنا تخلص من دك الماء كامل كيف ما كتشوفوا اللي كان عندكم دك الزوفة اللي كيكونوا هكا ديالبيضين ديالحياتي كيف كان قولو اليوم هادوك يكون احسن انا ما متوفرش عندي يعني ضغطت غير بيدي ولا بغير تديرو حتى صفاية مشي مشكل المهم نرجع الوصفة ديالبطاطة بعدما تخلصت من المدية لها وضعتها في المقلة ودرت معها ربع كاز ديالزيت الزيتون وشوية ديالملحة وشوية دياللبزار صافي هنا وهذا نضيف كذلك واحد شوية ديال تومة اللي عندكم تومة بودرة استعملوها انا ما متوفرش عندي هدي توم يعني تومة حتى هي ولكن مجففة مقطعة مجففة هنا زلت واحد شوية ديال فلفل احمر بودرة الحار اللي كيبقى اختياري يعني ما تضيفوش السيدة اللي عندهم وليدة صغار وبغاوا يديرو لهم هاكا هاد لانش بوكس يعني دراسة وايضا ما تديروش لهم الحار ديرو لهم فقط ديك شوية مليحة وشوية دياللبزار غير شوية شوية صافي كتوضعوا ديالبطاطة على نار اللي تكون متوسطة وكتبقوا تحركوا فيها ما تخليوهاش تلصق لكم البنات يعني بقوا تحركوها كبستمرار حتى يعني شي شوية واحد تقريبا خمسة ست دقايق صافي كتطفعوا عليها تحطوها جانبا كتاخدوا ايناء كتوضعوا فيها ربعات ديال البيضات يعني البيض لحسب الكيمية ديالبطاطة كنتوا ديرين بطاطة بزاف ديروا البيض بزاف مهم القوام خاص ديالخاليط كيف ما غادي نشوفوا معي يكون منساجم وما يكونش معجن تقيل وغاية صافي هنا زيت شوية ديال المعدنوس شوية ديال الملحة وشوية ديال البزار فقط هذا الشي اللي ضفت غدا نضيف ديك البطاطة اللي اسبق لي وشحرتها بديك زويتا يعني غايت تاخد معكم تقريبا من ستة خمسة ستة سبعة دقايق لحسب النار وكيف اجديري لها ما أنا كندير على النار اللي تكون متوسطة مع التحريك المستمر بعد ما تشحرت لي زيتها ل الخليط ديال البيض كيف ما السورة لها شارحة يعني شارحة نفسها غير أنا كنم غير نبقاها هكا باش نوصل المعلومة على أحسن ما يورام وخاكن برضتكم مهم خاص ضروري نهدر لأنني أنا ما كنهدرش كي جيني لبنت دابا بعد الأخوات كي بغني قال هدر معا في الوصفات ونشرح بالتفصيل كين بعد الأخوات كي بيختي جميلة بلا ما تقيت هدري رحنا كان شوفو كوشي واضح يعني بلا ما تقيت ترهقي راسك لكن ضروري خاصني نهدر لأن كين معي بزا 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 في القناة اللي مبتدئت لهذا ضروري خاصني نهدر استسمحة لبنت اللي مغاونيش نهدر دروري خاصني نهدر ما يمكنش صافي هنا راني وضعت شفية ديال علبة صغيرة ديال ديال طون وشفية ديال جبن ديال موزاريلا وقبل راني يعني الخليط راني قسمته على جوج النصف الأول درته في الأسفل ودرت بنوسط منه الحشوة اللي هي الطون مع ذاك المايون عفوا المايون مع ذاك فروماج ديال موزاريلا ودرت واحد شوية ديال معدنوس بغيتوا تديروا شي حاجة أخرى بغيتوا تديروا الماييس بغيتوا تديروا في الفلام قطعه كذلك معهم قليكم الاختيار صافي وضعت الخليط التاني فوق منهم وغطيت عليه المدة ديال تقريبا عشر ديال دقايق هاكك على حسب المقلال ديالكم ونزيد نبهكم ستعملوا مقلال اللي ما تكونش تلصق يعني المقلال اللي تكون تلصق بعدوا منا يعني غيت فادوها لأنها تخسر لكم موصفة ما غداش تجيكم كيف ما انتم ما بغيتوا دائما ديروا بهاد الوصفة هالي ديروا المقلال اللي ما تكونش تلصق صافي هنا راني قلبتها ولاحظوا معي يعني قلبت على الجهة الاخرى مجرى اللي هوالو هاد المقلال دي شوية كتلصق عندي شي شوية ماشي بزف ولكن هي اللي بغيت أنا الحجم ديالها ما باش نديروا حدا كبيرة صافي كي جادة هو الشكل ديالها البنات مقلبت على الجهة الاخرى كذلك تحمرت كتجي رائعة البنات زوينة والريحات ديالها فطر ما نقول لكمش بعدك الجبن ما تدير شوية ديال الزعتر كذلك يبقى لكم الاختيار المهم ان هاد الوصفة سريعة ويعني ساهلة لوليدات هكا المدراسة توجدوها لهم بالليل وتكون في التلاجة يعني رغمك تتعفل لتها شي حاجة لاحظوا معي نوريها لكم لان ما تطيبوهاش لهم في الصباح وتديروها لهم في الكاطة بالليانهم لان غدا تتعفل بسرعة يعني كالحويجة تيكون فيهم الأجبان مني كتطيبوهم في نفس الساعة يعني تضمتوا عليهم في شي حاجة في شي بواطة ولا درا هكت ضروري كيتغير المضاق وهذا وكتكون واحد البكتيريا المهم الاحسن تستعملوهم هكا يعني تديروها طيبوها بالليل باش هكا في الصباح ما كتجي فين تصليك 12 يلا كياخدوا درجة الحرارة العادية ويأكلوهم بسرعة وصف هنا حبيبا ديران دوزول هاد الوصفة هادي ديال هاد البطاطة هادي في الفران اللي كاتي رائعة الوليدات خصوصا السيدات اللي عندهم مشكلة مع ولداتهم كي بغولهم هاد شي ديال شي بسو هذا مهم ديرو هاد الوصفة هادي را هاكا ديزوينه زوينه هاكا الوليدات كتاخدوا الطاطة تقريبا واحد ستمية جرام ديال الطاطة ولا خمسمية جرام او الهربعمية على حسب عدد الاشخاص كتسلقوها كيفما لحظتوا مع شوية ديال الملح والماء طبعا من بعد ما كتسلق كتكون باقة سخونة كتزيدو عليها طريف ديال الزبدة تقريبا نصف ملعقة كبيرة ديال الزبدة الزبدة اللي كنستعملها لبنات دائما كيجيني الى الاسئلة رح كنستعمل الزبدة الحيوانية هي اللي راني كندخل الدار ما نغيرها ما كنستعملش اه صافي هنا وضعت ديك الزبدة وشوية ديال الملحة وشوية ديال اللي بضار وهذا نهرس هاد البطاطة او لنمعسها اه او لتحكوها اللي بغيتو ماشي تحكوها لانها لانها انقطعة يعني دار وغيتمعسوها بفورشات ولا باللي كان مهم انكم تضغطوها وترجوها بحال هاكا اه صافي هنا كتاخدو حد جيب حلواني بعد ما هرسنا البطاطة مزيان ومقاوش عنا دوك الحوبيبات ديال هاكي يظهروا كتاخدو جيب حلواني وتوضعو فيه الخليط ديالكم وبالنسبة للمضاق البنات ضروري انكم تضوقوا المضاق يعني شوفوا الملحة وش ناقصة ولا هيدا كتعرفلو اللي دات كي اجبهم الحاجة تكون بنينة والليدة وصافين بعد ما خلطنا ديك البطاطة قد ديناها ديناها في الجيب الحلواني كتاخدو واحد اللاطة اللي تفرشوا لها ورق الزبدة او لتدهنوها بالزيت يعني لما عندكمش ورق الزبدة دهنوها بالزيت صافيو كدهو تشكلو في شكيلات هاكا طريقة سهلة كيف ملحتو يعني ما كتتحسسناش بشي حاجة اللي غاد نديروها كبيرة وصعيبة وهذا بسيطة وحتى كذلك المكونات اللي تقريبا كي نفقوا البيت ما فيها الكريم من ذاك الشي اللي تخوف ما كين لف خماج لوالو نسبة الاخوات اللي عندهم كي يتخوفوا دائما الحاجة اللي كي يكون فيها الفرماج الكريمة يعني راه كل شي بسيطة لبنات صافي هنا دخلتها الفران بعد ما قاعدتها مباشرة يعني فران اللي مسخناه على ميتين دراجة الفوق والتحس كتحطوها في الوسط حتى كتتحمر لكم وتاخدها دلوين هذا الذهبي وتقدموها لوليداتكم بكترشوها واحد شوية ديل الملحة طبعا ودلو لها واحد شوية ديل الفلفل اسود كيف ما غاديين تلاحظوا معي غادي لها ضروري شوية من الفوق صافي وتقدموها لوليداتكم كجي رائع زوينة زوينة بثاف وكذلك تصيبوها المدراسة المنعت اللي بغاو يدلوها حكا لوليداتهم المدراسة كفكرة يمكن لكم طبعا كجي رائع كجي زوينة ويعني وطعيبة يعني مش عارة تخسر الهوم لهذا وصفي كي يجدها هو الشكل ديلها النهائي يعني ننظر وجدوها لهم في الويكاند هذا اكيد اكيد غيرتعجبكم حتى انتم هادية راح ماشي راح ترافقوا بيها بزاف ديل الوصفات الاسماك اللوحوم صندويتشات كيف ما كتلاحظوا معي انا هنا درتهم هاد صندويتشات ورافقتها معهم وكتقدموا هاد صندويتشات ان شاء الله اللي غدا نشارك معكم دابا يعني في اللانش بوكس ديل الوليدات او للآباء والناس الخدامين طبعا صافي كتاخدوا هنا كترت عليكم صافي يا البنات ولكن هي الفاصلة اللي كان قطع بيها بش ندوزيكم مرحلة الخوة بالنسبة لهاد صندويتشات البنات كيجي بمضاق ديل البيتزا اللي كيجي رائح كتاخدوا الخبز ديل الطوست كتدهنوه بسلصة ديل ديل بيتزا اللي فيها شوية الملحة شوية الزعتر وزتعليها غير انا مليحة وشوية الزعتر وشوية ديل الفلفل اسود كتاخدوا هنا يا بصلة مقطعة فلفلة مقطعة حبات ديل ما طيشة وشوية ديل المعدنوس كتدر سمعهم شوية ديل الملحة وشوية ديل اللي بزار فقط كتخلطوهم مزيان كدي واحد الصندويتشات اللي كيجي ورائعين واحد اللي بنا عجيبة بالنسبة لأخوات اللي هكا كيبغو يدير واصفات اللي يكونوا بساط وما فيهمش اللوحوم احتش كين بزار ديل الناس اللي في هاد الفترة هادي ما بقوش كيبغو ياكلوا اللوحوم بزار كتراو هادي يعني في حال هاد الوصفات كيبغوهم ساهلين وكدلك لدال مهم حنا اخضيت واحد شوية ديل الزبدة واي شوية غير دك يعني الموس غير رويز ديال وهاكا من الفوق كنا نحاول انني دهن به ديك السطح الفوق يعني بش يعطيني عيدا كل وين المحمر صافي وكادروا حط ريف ديال الزبدة في المطلة وتحطو داك الخبز ديالكم حتى يتحمر على الجيهة اخرى بتقلبو الجيهة اخرى طبعا اللي دهنتو بالزبدة صافي غدا نكرر معكم نفس العملية بشتوفو جميع المراحل لان الصورة كيفما كنقول دائما راه شارحة نفسها والمقادير راه مكل شي باين صافي هنا كتاخدوا واحد شوية ديال الجبن وكتوضعو فوق دك دك الخضيرة اللي صيبنا وكتقلبو اه نرى صايد صندويج لاخوة قدامكم وناخر غدا نقلبو باش هكتشوفو انا كيجبني شكل ديالهم هكا محمر يعني اللون ديالهم يكون محمر يعني يكون ذهبي وبغيتو تخليهم هكاك يعني غي شوية يعني يخطو عي ذاك اللوين خفيف راه يبقى لكم اختيار ما انا كيجبني ذاك اللوين هكاك يولي مقرمش كي يجيز وين بالنسبة لهاد هد صندويتشات او باتو تصيبوهم هكا في الصباح يعني من كلكم لان طريقة ديالهم سهلة يعني الخضرة مثلا تقطعوها بالليل تصيبوها في الصباح غير تنوضو وتعمرو تقطعوها طبعا وديروه في تلاجة وفي الصباح وديروها في شبواطة يعني تكون محكمة الاغلاق وما تكونش منفسها وفي الصباح كدو غير كتعمرو دوك الخبيزات ديالكم وديروهم في المقيلة اما كياخدوش تقريبا حتى تلاتة دقاء كيكونوا واجدين يلا بغيتو هكا تديرهم وهو مسخانين بالنسبة لبزاة الاخوات اللي قالوا ليه اختي جميل اولادنا كيبقوا الحاجة سخونة انا العكس انا كنديلولا دي الحويج يعني الماكلة اللي تكون هكا باردة لانها سخونة يعني كتتعفن في وسط البواطة ديالة وهذا دائما كنديلهم واصفات اللي يكونوا نطيبهم هكا بالليل وكنديلهم في التلاجة وفي الصباح كيمشيوا والحمد لله باخر وعلى خير صافي هنا البنات كيجي دهو شكل ديال من نهائي كيجي ورائعين غزالين في الشكل وفي الماداق طبعا وهاذو ما يعني رها مشيغل هكا نديرهم غير الوليدات حتى في الويكاند مثلا كيني الامهات اللي كيكونوا يباور تاحوا في الويكاند ديروا خبيز ديال الطاست وخبسوا فيدكوم وقاتدوه وصيبوه الارهر لمنزلكم الوصفة في القناة ان شاء الله هذا ما نزلكم الرابط دياله بنسبة لاخوات اللي ما شافوش اه يعني تحضرو في حال هاد الوصفة في الويكاند راهزوينه وكتشبه وديروا حشوات اللي تكون مختلفة وهندوز الدبال الوصفة التالتة اللي احتهية اولى الرابعة واللهي ما قلت ديال رابعة يمكن اللي احتهية سهلة وبسيطة عندينا شوية ديال دراء اولى الماييس زدت له واحد العلبة ديال الطون اللي صغيرة إذا كانت عندكم بغيتو تديروا كمية اللي كبيرة ديروا علبة ديال الطون اولى علبتين على حسب شحال عدد الاشخاص وشحال بغيتو تديروا ودرت كذلك واحد شوية ديال جبن المتزاري بالنسبة للماييس اللي استعملت او للدورة راهية هادي النوعية اللي كانستعمل اه يعني يعني شو حاجة اللي يزوينا وما عرفنا شو مهم كان حاولو انا نديرو شو حاجة اللي مزيانة ولكن الله اعلم ماش بيو ماشي بيو الله اعلم المهم اه اخدينا اخديت ديك صلصة ديال الطماطم وزتلية وحش فيها ديال الزعتر باش نغير النكهة على يعني النكهة الاولى ودهنت بيها الخبز ديال الطوست يعني كطبقة اولى وغدا ندير اه شوية ديال دك الجوبن مع الطون ومع الماييس غدا نخلطهم مع بعضهم وبغيتو تضيفو كذلك شوية الفلح هكا بغيتو تضيفو اه شي حاجة اخرا يبقى لكم الاختيار المهم كان حاولو اننا ندخلو خديرا حيد اخرى اه بمعنى اننا نغيرو بغيتو تضيفو كذلك جاج بغيتو تضيفو كفتا اه اللي بغيتو السمك كذلك اللي بغيتو تضيفوه ما انا ما كان نديرش السمك يعني اللي كيكون هكا كطري فقط طون هو اللي لعكي صبر كتعرفو يعني كيصبر ما شيف حل الانواع ديال اسمك الاخرى اه صافي هنا البنات كيف كتلاحظو قاية مستمر راكا ندهنمش فيها ديال الزبدة نفس الطريقة ديال صون فيتش اللي اول باش تاخد لنا دك اللوين اه دهبي يعني ضروري ما ندهنوش فيها ديال الزبدة ما تكتروش خيش بيا وصافي هكا فوق السطح ديالة وحد الدهنة اللي خفيفة اللي تعطينا هاد الوين اللي يكون هكا محمر اه غاد نعود معاكم اه عني بنفس طريقة وحدة اخرى باش هكا البنات اللي كتفوت هكا شي القطة اتشوف القطة الاخرى صافي بنفس طريقة ديال طريقة ديال الزبدة وحطيت عليه ديال الخبيز وعود دهنتو لجهة الاخرى وقلبتو كي يجي دهوش كل ديالهم هكا محمار كتقطوهم بشي سيكين وتقدموهم البنات اللي كنتو هكا قاسين في حطلا اولا بغيتو تحضروه كمنسو هكا جيتو مطلين يعني دلو هكا سخون راكي يجير مع شي سوس إلا بغيتو تديرو شي سوس يعني تصيبوه الروسكم مبغيتوش بلعاش يعني تصيبو غير هكا يعني تديروه تقدمو غير هكا مع شي صلاتة اولا بديرو شي شرب اللي بغيتو راكي يجير مع شарт وكذلك تحضروه المولي في هذا لشه الله يعني صندويش هكا اللي كن يعني كيشبع وهنا حبيباتي اللي غندوز واحد اللي غورتلي ساهل بسيط يعني هكا تديره لوليداتكم المدرسة راه كييجي رائع على البنات من شاء الله البنان كاين كيني نقع لي فخوي بايتو تبدلو بالمونج بغايتو تديرو كيوي بغايتو تديرو لابوكا بغايتو تديرو اللي بغايتو المهم هادو الكلام اللي قلت لكم كله يعني متابع يعني فقط اختيارات اللي بغايدير شي حاجة راه يديرها طبعا مي انا بغايت نديرو بها السويهلة هادي اللي تكون هاكا اللون ديالها آآ برتقالي كيجي شكل اللون ديالو زوي وكذلك حتى انك هاو المدرق يجي رائع آآ درت معاه بنانا قطعت ديك السويهلة على شكل ديال آآ هاكا الطريفات ليكونوا مش مشكلة لانا غادي نطحنوهم ما غادي شطلو بزداب ديال الوقت اي لكن عندكم داك اليوغورت اللي تكون هاكا تقيل يكون احسن انا صراحة ما كانش عندي ذاك تقيل عندي شوية اليوغورت اللي عندي شوية آآ خفيف اي لكن ذاك تقيل بزدف يكون احسن كي خليه شوية عاقد لكن هو راه كي يعني مع الوقتة كي كي تقالغة بوحديته آآ هنا البنات تتوحد اللي معي لقاو نص مع ديال العسل مع هاد هاد الفواكه هذا آآ فقط البنات البنات اللي عندهم وليدات صغارين يعني صغير ورين ما يتجاوزوش يعني مفايتينش عامين ما تديروش لحسن ديرو غيس كار لان الحسن الوليدات صغار يعني يعني اللاج اللي قل من سنتين شوية يكون ماشي مزيان آآ انا كان قلها لي الطبيب انا لانيت على على ولادي كان يقول لي ما تعطيهمش هاكا لحسن هما صغير ورين وبقات لي دا فراسي آآ مهم البنات ما تدير مهم دلو مغس كارو صافي آآ صافي هنا البنات كيف كتشوفو آآ درت آآ هاد اليوغورد درتو في هالطويصات هادو اللي كان بنات لي سولون يمنين خديت هاد البواطات وهذا آآ را خديتهم البنات من دليز وراها مباقية متوفرين راس بقي ونزلت لكم واح الفيديو على داك البلاسة التي يكون فيها يعني داك الغيان اللي محتوط في هاد شي آآ راها كاينين مازالين آآ صار حزوين والبلاستيك ديالهم النوعية الجيدة وهكا كي نفعل لوليدات تقدير لهم هكا شي اوغورد ولا هادا ديري لهم ما تحتاجش انك تشيري مزنقة آآ صافي هنا البنات ديك الحلوة اللي قدمت معكم في هادي يومين هي اللي غندير لوليداتي لانهم كي ياكلوها وكل واحد شنو كي يبع والدي واحد كي يبع هادك الحلوة اللي كي يكون فيها الكوك الاخر كي يجبوا الشكلات الاسود درت الشكلات الاسود والفققات كدري كي يجبهم المهم هنا كنوريكم كل واحد واشنو شنو كي يبغي آآ داك شي اللي كي يبغي راك نديرو لهم لكن بغيتو بديرو مادلين بغيتو الديرو اللي كعب كيك هكا يعني دك صيبتوهم او لادك البانكيك اللي بغيتو هنا غدا نوريكم آآ طريقة ديالتنظيم دوك هاد البنات بغيت نوريكم قبل ما نكمل هاد بلاستيك هاد البنات راني كنت اختيتو من دليز رام توفر هكا تديرو فيهم الصندويتشات ديالكم اللي وريدت اللي بغيتو تديرو منهم هكا مغلفين بالنسبة لاخوات اللي كي بغوا يغلفوهم وما كانت عندو منذك البواطات اللي تكونوا هكا خاصين المهم ديك البطاطة اللي حضرت معكم هي هادي صندويت اللي اللي حطت معكم كذلك هو هادك آآ بنسبة للبنات اللي غيصوروني كذلك البواطة هادية وديالها ملي نخدخها آآ خديتها كذلك حتى هي من دليز الثمن ديالها غالي ولكنشي حاجة ليزوينا آآ صراحة هادي كديها حتى الزواج ديالي هادي الدياله وقدها هي وديك القريعة هاك هادي آآ ومررك نعطيها الولدي الكبيرried اآ شكل دياله راه كبير يعني البواطة كبيرة وكذلك حتى هادك الالقراعة هادي النضوبلة كذلك حتى هي كبيرة لكن احدتي تديرو فيها لي فخويزك واخرة يديرو في انا الزوج ديلي كنديري وحدها الفقانية كندير لي في فيها ليفخوي سك والخرا كندير فيها آآ ليفخوي والبواطة الخرا كندير له هكا شي صندويش ولا شي حاجة مهم كي يجي هدا هو الشكل ديالا هكا تبقوا تقدموها لوليداتكم يدوها من دراسة وحدها في الاغداع وحدها في الفطار المهم آآ شي حاجة بواطات اللي يكونوا محكمة لاغلاق وشي حاجة رين زيانة وماشي البواطة اللي كتديريها لولدك وكتلقي كل شي تخلط فيها يعني كل شي ترون مع طيشة مع الخص مع الخيار يعني آآ مش يعني حطين مثلا ليفخوي مع مع يعني الصندويش وهذاك شي كيترون ولوليد كتعرف الوليدات ترا محساسين وهذاك يعرفوا يعني من كي تغير عليهم الماضاق ولكي بلي شي حاجة مشي تليا ما كياكلش دائما ديلوا لهم بواطات اللي يكونوا آآ حاجة تكون مقادة وكل حاجة كتبقى في بلاستة موما هكا نوريكم البنات فقط آآ افكار وصافي مهم هاد البواطة الصغيرة درت فيها هاد آآ هاد الشوية ديل لوز واخرها درت فيها يعني ذاك شي اللي ياكلو هاكا في الغضاء ذاك البطاطة مع ذاك الصندويش اللي درت في ذاك الطون وهذا آآ صافي غندير في البواطة هادي كذلك البنات كنت هي خديتها من دليز خديتهم يعني مجموعين كاملين وكين بواطات آخرين ليسبق ليو هادروا لي يعني من بنات حتى هما اسبق ليو حضرت معاكم فيهم حتى هما كنت واخدهم من دليز آآ صار حاكي يعج بني البلاستيك ديالهم هات الشي اللي كان اخد من عندهم آآ يعني ذاك عندهم انواع وعندهم اختيارات احنا البنات هادي زوينا هاكا كت يعني التحجمه كنوري لكم يعني التحجمه كتتخلط حليتها وعود وريتها لكم يعني كل شي بقى كيف ما هو لانا معاديك الضد اللي مستوداء ولا ذاك الضد اللي مدورة عليها عاكا بش تخليها مجموعة وكل حاجة كتفقى في اللاصة يعني ما ما كتخلط شي ما كيضعش آآ هنا البنات كذلك هاد السويكات اللي يجوني عليهم اسئلة هنا البناتك انا نضال معاكم في الوصفة وفي نفس الوقت كنا نجاوب الاخوات اللي يسؤلون آآ سؤلوني على هاد السويكات راني كانت خديتهم من المجازن ديال يعني اللي مشيت لناخد الوليدات اللي كارت طابل ولقيتهم تمو اخديتهم اه ما عليك اعطابل يعني هادو رام بلي كاعطابل ديالهم اه اخديتهم لهم وصار حازوينين هادو عندهم دا بالعم الثاني وباقين مزيانين يعني مشي اول مشي عادة اخديتهم يعني رام عندهم دا بعامين غير مني كيجي وكان مسحهم وصافي وكان عاود نعقمهم يعني وضروري انكم تعقمهم بنات اللي عندهم كتعرف الوليدات من الداخل كيرغنهم وعرية من الداخل ديالهم ما كيش مشكلة لانا فيهم بحل داك البلاستيك يعني ما كيش دوش لو ساخ او للعفل صافي هنا را كنوري لكم كل حاجة وشنو كنحط فيها ضروري الماء ما كنبغيش نبقى نوريكم كل مرة القاعد الماء لانا القاعد الماء هي رئيسية ضروري الماء هو الاساس يعني انا ما نقدرش نقدر نسلي مثلا شي حاجة ما نعطيهش لي اكلها لكن الا الماء اللي مهم آآ صافي هنا هنا ولا دي لما منساو مداش مراش واحد في الماء ما كيشرب جاعة كيش يبقى هكاك حتى كيجي لطار ويعني مشكل الماء مهم كيبقى هو يلعبوا الرياضة كيجري وهذا دائما تفكروا لهم قرعات ديال الماء آآ صافي هنا واحد البانكيك كنتم صيبها هدرت معه هنا شوية ديال النب وهديك هديك الضرطية اللي صيبت معكم مدق اللي مميز بشكل اللي رائع مختلف شي حاجة اللي يزوينا الطب يعني آآ جربوها واليوهورت وقرعة ديال الماء آآ المهم افكار وكن نتمنى فعلا انكم آآ تستفدوا منها وتطبقوها مع ولداتكم آآ وصفات لي سهلين في متناول جميع ما فيهمش بزاف ديالتعب ما فيهمش بزاف ديالعناء آآ يعني كي استحقوا التجربة وهنا راني كنوريكم جميع الوصفات اللي حضرت لهد نهار معكم كان نتمنى ان الفيديو كن عجبكم وإلى عجبكم اكيد ما تبخلوش لي آآ كيف العادة بالباطل مع الاصدقاء والاحباب ديالكم وغنقول لكم شكرا لكم احبيبات ديالي على المشاهدة ديالكم وعلى الدعم ديالكم للقناة وشكرا على كل تعليق آآ يعني كتبات وليا الاخت كل اخت هكا بحب يعني والله العظيم الى يعني الكوموترات ديالكم اللي كي خليوني نزيد نتبرتجي معكم اكتر ونتشجع اكتر ونقول لكم شكرا لكم احبيبات ديالي بساف ونطلقوا ان شاء الله في فيديو اخر ووصفات اخرى ومرحبا بكم في الانستغرام ديالي لبنات غدا نخلي لكم الرابط ديالي في اول تعليق آآ يعني هكا تنضموا عندي الانستغرام وهكا تشجعوني بش انا نزيد نتبرتجي معكم المزيد السلام عليكم اشتركوا في القناة